بينما تحبس المنطقة أنفاسها تحسباً لتصعيد مرتقب تنطلق غداً جولة تفاوضية في الدوحة بحثاً عن هنة ثانية في قطاع غزة ويشارك في الجولة وفد من حكومة الاحتلال ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز وممثلون عن الوسطى بينما امتلع ممثل حركة حماس عن الحضور وفقاً لعضو المكتب السياسي للحركة كمال أبو عون إلى الدوحة مجدداً في جولة تفاوضية جديدة هي الأولى بعد اغتيال الشهيد إسماعي الهنية الذي ترأس المكتب السياسي لحركة حماس وبالتالي قاد مفاوضاتها يقول محللون إن جولة يوم غد لن تأتي بجديد خاصة مع رفض حماس المشاركة فيها نظراً لتعمد نتنياهو عرقلة الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار وتعقيد شروط تتعلق بالأسرة ومحور فلدلفيا ومعبر رفح حركة حماس أوضحت موقفها من موضوع المفاوضات بشكل جلي جداً عندما تحدثت أنها وافقت على ما طرح في 2 مايو وفي شهر أيار الماضي على ورقة بايدن والتي قدمها أيضاً لمجلس الأمن وأصبحت قراراً في مجلس الأمن على عن ذلك فهي غير مستعدة لنقاش أي شيء جديد وما طرحته حماس أن هذه الجلسة من المفاوضات يجب أن تكون لوضع البرنامج لتنفيذ وتطبيق الصفقة وليس للنقاش شروط جديدة لا سيما وأن نتنياهو قد وضع شروطاً جديدة ثلاثة منها تعتبرها حركة حماس مرفوضة بشكل نهائي لذلك أنا أعتقد بأن جولة المفاوضات هذه القادمة ستكون ذات فائدة هذه ستكون أول جلسة تفاوضية خلال رئاسة يحيى السنوار المكتب السياسي لحماس التي ترفض المشاركة فيها ولكنها أبدت استعدادها للقاء الوسطاء بعد محادثات الخميس إذا قدم الاحتلال رداً جدياً خطوة قد يقرأ فيها البعض انتقالاً لمرحلة تفاوض أشد حزماً في عهد السنوار إلا أن محللين لديهم رأي آخر سواء كان السنوار في غزة أو كان هنية في الخارج إنما النهج هو الأساس وهو المبدئي وأعتقد أن الأمور ستجري بذات السياق إذا ما أردنا لأنه حتى لو كان هنية في الخارج ويقال أن هنية كان دبلوماسياً وكان بالإمكان أن يعطي ردود من هذا النوع والسنوار متشدد أكثر يعني حتى هنية لا يستطيع الخروج عن ما يريده أيضاً المقاومون الموجودون في غزة في ذلك الوقت وبالتالي هي قضية تشاور دائمة ومستمرة ما بين الخارج والداخل وبالتالي الموقف هو موحد وواحد بالنسبة لحركة حماس في هذه المفاوضات ومن المقرر أن يجتمع نيتنياهو مع وفده المفاوض للاتفاق على سقف التفويض الممنوح له أما الإدارة الأمريكية فأوضحت أنها ستضغط بشدة على الأطراف حسب تعبيرها للموافقة الفورية على الخطوط العريضة للمقترح معتبرة هذه القمة بأنها الفرصة الأخيرة من رامالة المحتلة أسير سليمان رؤيا